في هذه الخيام التي نصبت هنا في مدينة الجوف شرق اليمن تعيش الكثير من الأسر التي فرت من جحيم قصف ميليشيات الحوثي وصالح من منطقة الغيل والمتون التي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة لقصف البيوت والمساكن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم الكثير من الخيام للنازحين إلى مدينة الجوف وصلتها بعض المعونات من منظمات إنسانية منها كانت ثلاثة ألف سلة مقدمة من مركز الملك سلمان عبر منظمات نماء ومجموعة من الخيام مدينة الجوف اليمنية بدأت التعافي من جراحها بعد أن تحررت من ميليشيات الحوثي وصالح حيث استطاع الجيش الوطني المسنود من قوات التحالف العربي بطرد الميليشيات منها في الأشهر الماضية أتقوم السلطات المحلية بتلمس حاجات الناس وهمومهم نركز على مسألة الخدمات في هذه المحافظة ومنذ أن أتينا عمنا لأنه كانت مادة المحروقات لم تتوفر في هذه المحافظة وبحمد الله تعالى محافظة اليوف اليوم تعتبر المحافظة الأولى في توفر المشتقات النفطية وفي جبهة الغير والمتون عودت ميليشيات الحوثي وصالح قصف مواقع الجيش الوطني رغم الهدنة وقد سجل ستين خرقا للميليشيات خلال هذا الأسبوع طردت ميليشيات الحوثي وصالح قبل أشهر من قبل الجيش الوطني المسنود من قوات التحالف العربي وتنفس الناس الصعداء في محافظة الجوف عبد الفتا غلاب الإخبارية الجوف